وش اللي صار امس والله وجود اللي صار يعني حسيت الهلال الدورة يعني شوت الثاني اعتقد اعتقد انه لو مدرب الهلال كلم مدرب الاتحاد على دقيقة ستين قلنا نقفل يمكن مدرب التحاد يقول له قفل يلا صفر حين وخلص الشوت الثاني لا تحس بي مبادرة من الاتحاد والهلال خلص الثلاث هداف حقته وقعد يعني يمشي امبارات احس احس لو تكلموا مع بعض كلم يمكن يقول خلنا صفر دقيقة ستين لا هذا عنده رغبة يعدل وهذاك مكتفي باللي يصوى ايش اللي صار امس والله يشوف انا بالنسبة لي انا اقول انت كانت في علامة من خسوس لبلان هو ما فهمها قبل بداية المباراة لما استغنى عن كلبالي النجم الكبير وجاب لود يحطه في جهة ليسار وزي ان خسوسي يعلمنا ويعلم بلان اني انا عارف بوة كوينها فيه وعارف انت كيف بتهاجم المدرب دائما يفكر في فريقه في الفريق الآخر مشكلة بلان قاعد يفكر في فريقه فقط ولا فكر في الفريق المقابل المقابل ابدا شوفت الكلام اللي قالوه والمباراة اللي شفتها انت لما ترجع للارقام فعلا تمسك راسك فيها يعني بس مجرد ما تعرف ان الاتحاد خلنا نقول يسمونها اللي هو الاماكن الاسترداد الاتحاد اضع فريق في الجولة هذه استرداد في وسط ملعب 25% اضع فريق من فرق كلها 18 لعب معناها استرداد الكورة استرداد الكورة 25% في وسط ملعب استرداد الكورة في الثلاثة الاول 61% اللي عند المدافعين يعني الكورة توصل عند المدافعين يستردونها 61% معناها الوسط اكتساح ما قدر يوقف ولا كورة يعني الكورة تبشي تعدى الهجوم وتعدى الوسط وتوصل هناك 61% تجي للهلال تلاقي خسارة الكورة في الثلث الثالث 68% اعلى الفرق يعني الهلال ملعب قدام في القصرية دعنا نشرحها للناس لما تقول الثلث الثالث معناها يخسرها قدام معناها تتجاوز الثلاث خطوط هذه كلها خطوط الضغط أو الثلاث الثلاث هذه حتى وصل ولا خسرها عند الدفاع عند الثلث الثالث له الثلث الأول للاتحاد الاتحاد أضعف منطقة الوسط الاتحاد ما فيه لكانتي وممكن فابنيو يساعده شوي البقية الباقية يعني فعلا يعني فعلا حرام اللي صار على كانتي ذاك اليوم أمس اللي صار على كانت وخذ كرسوس في دقيقة 11 يوضح لك مدى الأسى